الدرس الخامس هذا الدرس للوتر الخامس دو تمرين على الوتر الخامس دو إذن للحصول على علامة ري بعد دو ري يعفق بالأصبع الثاني ري وعلى علامة مي يعفق بالأصبع الرابع وعلى علامة فا يعفق بالأصبع الأول علامة فا أي مي فا وبعد تقريب طبعا اليد نحو صدر العود أي بوزيسيون وعلى علامة صول الواقعة في آخر زند العود يعفق بالأصبع الثالث وهكذا أبدأ بالتمرين الأول من الدرس الخامس دو أصبع الثالث أبدا بالتمرين أصبع الثالث أصبع الثالث ري أس دو أس وعيد دو أس ري أس مي أس فا أس سو اثنين ثلاثة أربعة أس مي أس ري أس دو أس التمرين الثاني دو 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 ري 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 مي مي فا 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 سو الاثنين ثلاثة أربعة فا 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 مي مي ري 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 دو دو التمرين الثالث التمرين الثالث التمرين الثالث أبدأ فا ص مي مي اثنين فا سو مي اثنين فا ص فا مي أبدأ في التمرين عفوا التمرين الثالث حياة سوا مي ري 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 اشتركوا في القناة ريمي 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 ر أول التمرين الثالث أستمر تمارين على كافة أوتار العود التمرين الرابع تمارين على كافة أوتار العود أبتدئ مي ري دو ري مي فا صور دو صور دو صور دو التمرين الخامس أبدأ بالتمرين مي ري دو صور دو صور دو أبدأ بالتمرين مي ري دو صور 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 دو ص موسيقى 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 موسيقى